مرحبا بيكم اني سلكل يومشان و بعضنا كابكيك ولميوشين في الدار سهل ما في حتى شيء يصلح المجال الصغيرات و القوتاء للعشوية لهنا البقادير سهلة و بسيطة كالعادة نعملهم معاك نرتجلهم معاكم وانتو ما تصرفوا عندي كابتين عظم وعندي رشة ملح وباكو فاني نركضهم الكل مع بعضهم فما أخت في كومنتير قالت لي قد ما نركض العظم ليتلعش معايا نقول لها بدل العظم اللي تشري فيه وإلا معاش تحط السكر مع العظم طول أعمل كيمة هكية نركض العظم و الملح مع بعضه و شوية فاني مثلا هو يكشكش وانا وقت هنحط السكر لهنا حطيت ثلاثة مغارف سكر انا نورمال مو على العظمة نحط مغارفتين سكر أمانا نقصت في السكر بش نعوض ذاك المغارفة ذيكا بالمعجون من بعد تو تشوفوا اركضت العظم طولة بالسكر هاو كتلع معانا ومور واضحة سينو أبدل الماركة متى العظم اللي تخوف فيها أقرى الدلي أقرى الدلي أقرى الدات برشرة مرات ناخذ بلاتون القهدي جاوي فيه عنده جمعة ولا جمعتين الدلي متيرو سوف نتحرك الناس من تحمل الحصول حتى تنوصت التحكم في هذه الخليطة جاء كتب نعب نحط ما يجب ده ثلاثة كية زيت حتى تستخدم كيس بالكاس نقول لكم بالضبط قدي 85 ملي ماء زيت و 85 ملي حليب ونأخذ معجون مشماش هنا عندي علش المعجون مشماش بشيء يكون مبلول من دخل شوية تريش وشيء ما يغصص ما عندك معجون مشماش ولا أي معجون أحط اربع مغارف سكر من الأول وكاهو بعد مستخدم الكل لا نركض بالركاضة بالكورا نشد فوية وقلم غرفة في يدي ونخلط الكله بالسياسة ونضع كعبة طبيعي بلا سكر نضع نكت فاني نخلط الكل مع بعضه نضع مغرفتين مغرفتين كبار مش مليونين برشا نضع باكو خميرة في 3-13 جران نضع نكس كامل فارينة نصف كيس الأرانجي كيس هاتف 150 ملي لتر كيسات متاعي مالية لترى كيس Roland هذا هو فرينة لن ننسى فرينة فرينة و أضع الجميع و أجل المستخدم و أضع شوكولات و أضع الكبكيك و أضع الكس و أمتبت الكبكيك و أضع الكبكيك و أدعون بككيك لا تجعل ثلث فرغ كيسة أو الفرشكة لا يوجد ثلث فرغ كيسة لا يوجد تطبق كيسين وضع في الكيس وغطي عليهم بندلة وضع عليهم مغطاء وضعهم 20 دقيقة أو نصف ساعة وزدت وعملت لهم رشة بيد شوكولات وضعهم في الفور على 175 درجة مدة 25 دقيقة بالضبط وكل شخص بطبيعة والفور وبعد خرجتهم من شاء الله نشاهدكم ونشاهدكم كل رائحة فيحة نبردوا شوية نحيطهم من القويلب جربت كعبة قاد إنا الخليط هذا يجب لي 13 كعبة هذا يهزة 12 ثم تحضر خبزة ونشاهدتها في الأخرى ثم تحضر خبزة داخل الهير فراير لأنه يحضر خبزة أعلى فيها الفور خرجت المنفوق لتحضر خبزة ولم يصورتهم حتى تطوى الكابكيك متاعي حضرتهم قدامي يبردوا باش نعمل لهم الخطوة الثانية الخطوة الثانية نحب نحشيهم بالنوتلا ولا شوكولاته التختيني وإلا معجون وإلا اللي تحب بنتي باش تعمل لهم الحشو ولا تخليهم هكيكا انا حبيت نزيدهم شوكولاته التختيني وما حبيتش نحط ملول خطر نعرف ليش تجيني في قاع الكابكيك يلزم الكابكيك متاعي يكون ثقيل باش ميتحش فيه الشوكولاته من بعد انا حبيتو خفيف وحبيتو محشي بالشوكولاته بطريقة هيد وليت جيت فرخت في الملوسط بالمغارفة كما ترى عملتك النقبة وحطيت نوتلا ولا اي شوكولاته تختيني عندك نحنا اي شوكولاته تختيني ستنسنا ساميها نوتلا من نقص دمار كراني وبعد نجعل نغطي عليها بهك اللي قلعت وهذاكا وتنجم تعملي لها ذاكا كريما من فوق تسكر عليها ولا قلسات الشوكولاته ولا اللي تحب ولا تخليها كيكا كي العادة نقلع الوسطاني متاحا نحط فيها الشوكولاته ونسكر عليها ونكملهم الكل بنفس الطريقة عندي اللي هنا كريم فويتية في الوحدة متاحا قلت ان انا نحبها بالكريم قلت للملقطة هي ايجا جربوها بالكريم ونجربوها بلايش ونشوفو ان هي أبا انا الحقيقة تعجبني بالكريم وامل لي متحبهاش بالكريمة شوفو كيفاش طيبة ماشالله من داخل في حقها باش نقصها على اثنين بالكريمة باش نقصها على اثنين بالكريمة وشوفوها كيفاش نودكم ومن شاهيكم امل ما تاكليش الحاجة تضوما حتى كي نشري من بره مراهيش تاكل كبكيك ولا حاها ما تاكلهمش ما شاء الله مجيتو جيد نلقاها كليت مشارة ثلاثة ولا ارمعة كعباد تقريب انا انتي كليتهم الكل هذو مقاتليين ما عجبني صي مادم امال عجبها فاليداء ميا بالمياه يزيد واذا يا كعيبة من داخل بلايش كريم وخليت اخذت وقت هذي تسيبت الشوكولاتة فيها بالكريم اهايكا كي ما تراوها نودكم ومن شاهيكم اكاها وهذه وصفتنا كانت اليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله و بس لما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة